السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا وقناة تربية تسمية الأغناء من ألف الأليئة النهاردة فيديو الإجابة عندنا ما شاء الله في حوالي 60 سؤال فهنحاول قدر المستطاع لو ما قدرناش نلمهم في فيديو واحد هنقسم على فيديوهيل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السرول والا عند الخلفان جفني عنهم في أحمرار ضغلط ولا إيه الخلفان عند تقريبا 60 كيلو وبيع دلوقتي ولا أستنى لشهر رمضان والله الخلفان سألني أحد نشوفه أنا اسمي محمد صبري عشان ما تصغربش والله يا محمد صبري ما عرفش هو تشابه أسماء عشان أنا ابن أختي اسمه محمد صبري أنا مش عارف إذا كان هو ولا مش هو أنا ما عرفش الحسب بتاعده على اليوتيوب المهم عشان ما نضيعش الوقت لو كنت اتنا محمد صبري اللي عرفه يعني فعندك غنم فلاحي رحماني الغنم الرحماني دي طبيعتها بتشوف في عينها كده بتشوف كأنه في أحمرار لكن العين صفية طبيعية مفيش في دموع عموما طرح ما العين مفيش فيها أي دموع مفيش فيها أي سحابة بيضة يبقى العين طبيعية مفيش منها أي مشكلة إن شاء الله مفيش فيها أي مشكلة في أحمرار في هيجان في العين في التهاب في العين يبقى لازم يكون فيه دموع بعد مرحلة الدموع بتنشف الدموع يبدأ يتكون السحابة البيضة المستعمرة بتاعت البكتيريا بتغطي على عدسة العين لكن كده طالما العين صافية مفيش فيها اي دموع ان شاء الله العين سنفاش فيها مشكلة الخرفان عندي تقريبا 60 كيلو ابيع دلوقتي ولا استنى شهر رمضان والله عندك زبون دلوقتي بيع رمضان لسه فاضل عليها حوالي شهرين على بداية رمضان فعندك زبون دلوقتي بيع ما عندكش زبون غصب عنك هتعلف وهتستنى لرمضان بعمل العلفة مية رضة وخمسين دي شيشة وخمستشة رز شعير وتمانية كاسر فول وخمسين عيش ناشف متحمص بفرنة عندنا ما شاء الله الخرفان محولة محولة كويس ربنا يبارك لك فيهم طالما انت عامل العلفة وبتحول معك كويس طبعا ان شاء الله العلفة تمام بإذن الله السؤال اللي بعد رحت الخرفان تقيلة في مكان التربية اعمل ايه اكيد عندك كسافة عندك المساحة صغيرة على عدد الخرفان يعني عندك كسافة عالية في الاغنام في المكان بتاعك وده ذكرناها طبعا وقلنا قبل كده من ناحية المساحة اللي بيحتاجها كلما كبرت المساحة كلما بتقيلة اعمال النظافة زائد بالاخص ان انت دلوقتي في الشتاء يعني برودة جديدة يعني بول كتير يعني بتأكل برسيم اخضر او اي مادة خضرة بتعمل بول كتير والمسؤولة عن الريحة هي هو البول البول بتاع الغنب فكل ما في الامر لو الكسافة عندك عالية هتضطر تكنس الفرشة باستمرار وتحط فرشة جديدة على طول اول ما يحصل بلل الفرشة وتكتر الفرشة تحتهم اذا كانت اش مفروم اش رز مفروم او نشارة او تبل اي حاجة متوفرة عندك هيضطر ما لاش حال غير انك النظافة هتكون دوري اما او تكبر المساحة بتاعة الغنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي المعز عندها تورم في جفن العين وفي ولدها عنهم افلت وفيه برد وزكام بالانف وفيه كحة نشفة عايز اعرف العين ممكن يكون جفن العين ده اللي بينزل افرازاته بينزل وملتهب ودعنيهم بتقفل من كتر العماص اللي هو الوسخة بتاعة العين دي ممكن تكون حرارة نتجة من البرد والزكام يعني عندهم برد فيه كحة وفيه سيلان انف ومسبب لهم حرارة فبتسبب دموع في العين وبتسبب العين نفسها بتحس انها بتقفل العين من العماص اللي هم من الوسخة بتاعة العين فانت هتدي لو فيه حرارة هتدي خافض حرارة هتدي خافض حرارة ديكلوفين ده خافض حرارة ومسكن للألام ولو العين فتحتها لقيت فيها التهابات بمعنى العين حمرة خالص مع الدموع اللي بتنزل منها هتدي اي اطرة بشري معقم للعين زي ديكسترول او أوبتديكس فيه اطرات كتير في السيدرية البشري اي اطرة معقم للعين مرتين مرة الصبح ومرة باللين لحد ما العين هي في نفس اليوم ان شاء الله العين هتبطل الدموع مع إبرة الديكلوفين اللي هي خافض الحرارة اما الكحة فهتدي تيلوزين هتحقن تيلوزين الديكلوفين ده خافض حرارة مسكن للألام ومضض التهابات والكحة هتدي مضض حياة اللي هو زي التيلوزين الكحة انت بتكلم كحة انا شفا هتدي تيلوزين مفيش تيلوزين بما ان في كحة وفي زكام هتدي فلورفينيكول التيلوزين صنطل كل 10 كيلو عضل مرة واحدة والفلورفينيكول صنطل كل 10 كيلو تحت الجلد ممكن تعيده بعد يومين كده ان شاء الله هتلاقي الغنم بتاعتك بزنميز بتاعتك ان شاء الله تزبطت وبيت كويسة ولو في برد عندك ابعدهم عن البرد طب البنسلين مش غلط على اللبن من ان شفش اللبن لا ان شاء الله البنسلين انا استخدمتوا في معزة كان عندها لتها بدرع بعد الولادة مباشرة استخدمتها 4 تيام حقنا بنسلين ما اصرش نهاية الدرع خفه الحمد لله وما اصرش نهاية على اللبن ولبنها كان ما شاء الله 100% السلام عليكم وبركاته وعندما سمحت انا عندي 10 خرفان فعاوز موازين الموازين 27 رحت انا وكلتهم فول ما تشوش ودورها صفرة ما فيش فر ايه تاني عشان النسبة ما تعديش الخمسة جنيه لو سمحت تقول لي يا هندسة سؤالك اخ ام انا مش واضح انت عاوز موازين وبتقول لي بتأكل فول ما تشوش ودورها صفرة مش عارف ايه ما فيش فر عاديت قصد ايه في ايه ما فيش فر وعاوز اعلف ما تعديش الخمسة جنيه اللي اقدر اقول لك ادخل على فيديو ارجعوا القناة وادخل على فيديو اه بدائل خمات الاعلاف بدائل خمات الاعلاف هتعرف ازاي تكون علفة ان شاء الله وفي خمس ست فيديوهات مكونات الاعلاف وطريقة تكوين الاعلاف وحساب نجلة البروتين هتعرف من خلالها انت تشوف الخمات المتوفرة عندك تعرف من العلفة بروتين عالي وبسعر قليل السلام عليكم اي عالفة متوفرة عندك نص كيلو او كيلو او كيلو او وزنه خمسين كيلو بحيث يراتو نارو تديو الواجبة يتأسس معاك الخروف قبل موسم التلقيح يكرمه في العلفة طبعا ده اكيد قبل الموسم ده طبعا برضك ده قبل الموسم بتكرمه بقى صبح وليل مش صبح مش بالليل بس كبان ده في بدأ لما يبدأ موسم التلقيح ما هو وزن خروف التسمين اللي بيكون عليها الطلب والبيع في رمضان ولا العيد وزن خروف التسمين عليها الطلب يعني اغلب المزارة توبها من 20 ل 25 كيلو او من 20 ل 30 كيلو من 20 ل 30 كيلو ده الوزن المطلوب في مزارع التسمين اما البيع في رمضان ولا العيد ده على حسب الزبون بتاعك في اي وقت على حسب مرضك او قال لك برضك لاخد شار البيع في رمضان ولا العيد ده على حسب الزبون بتاعك عندك زبون بيع في اي وقت في السنة ما عندكش زبون غصب عنك هتستنى رمضان او العيد الله يبارك لك يا خبد الرحمن الله يبارك فيك يا اخد شار شكرا اخونا الذين تابعون الحلقات معنا في السودان والعراق والمغرب والجزائر والليبيا أحب أقول لك الحمد لله يعني عندي برنامج الستيديو الستيديو اليوتيوب يبين طبعا الزوار والمشاهدين يعني والبلدان بتاعتهم الحمد لله يعني تقريبا من جميع بلدان العالم يعني الحمد لله في متابعين للقناة مش السودان والعراق والمغرب والجزائر والليبيا بس الحمد لله جميع البلدان العربية كمان الحمد لله من تونس من طبعا المغرب والجزائر والليبيا ناس تونس بس من المغرب ومعاك وفيه طبعا من الجنوب طبعا السودان زكرتا وفيه العراق فيه سوريا وفيه فلسطين وفيه الكويت وفيه اليمن وفيه السعودية ما شاء الله فيه السعودية ياما ما شاء الله وفيه من من ايران وفيه من لا اله الا الله فيه من اتاني تركيا وفيه طبعا من روسيا وفيه من امريكا فيه الحمد لله يعني ناس كتير الحمد لله متابعانا وده الفضل او الاخير طبعا لله السلام عليكم وعنكم السلام عليكم وبركاته أستاذنا الفضل متابعيك من العراق اهلا وسهلا بيك عندي سؤال ولدت عندي معزة بكرية ولم تنظف اولادها ولا تستجيب لهم وطرفض ان تقف اللي يرضعون منها من يوم الولادة الى اليوم ما العمل دي ضروري هتنشف باي قطعة قماش هتنشف تفتح تمسح على الانف والفم عشان طبعا ياخد نفسه يعرف تنفس كويس تمسح على الانف والفم والوش بالكامل وهتمسح الجسم كله برضك وبعد كده هتمسكه ترضعه من الام اجباري اهم حاجة لابا نسترسوه باول يومين تلاتة دولار مهمين جدا 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 للمولود لازم تمسكها الام اجباري وبعد كده انت ورزقك انت وحظك مش اكيد ان هي هتولف عليهم تاني ممكن تفضل الرضاعة كده باستمرار اجباري هترضعهم اجباري في البداية تلات مرات او اربع مرات في اليوم تمسكها واتدخل عيالة تحتيها يرضعوا اجباري لحد ممكن طبعا لو رجعت وحنت عليهم خير وبركة توقف لهم محنتش هتفضل تستمر كده لغاية شهرين تلاتة لغاية ما يطفط يعني من الام ويكونوا يعتمدوا على الاكل وطبعا مش هتلاقي صعوبة على فكرة في الاول بس هتلاقي صعوبة انك انت بتوجهوا بتمسك الام عاوز واحد يمسك لك الام وعاوزوا توجهوا للحلمة لان هي مش حنة مش عاوزة توقف لهم فانت هتوجيروا للحلمة وتمسكوا الحلمة في البداية ده اول يومين ثلاثة بعد كده بمجرد ما هتمسكها لهم هتنده عليهم بس تنده على الخلف بس انت هتمسك الام وبمجرد ما هشوفوك مسكتها هيجروا عليها طلقة يعني مش هكون في صعوبة بعد كده تمسكها بس هتبقى الصعوبة فانك تمسكها ليهم مرتين او ثلاث مرات في اليوم دي المشكلة بس مرحبا كيف يا اخي القريم الحمد لله عفوا ان فهمت سؤالي غلط تم حق لايفوماك اجنابي بعد تدور صحاتها ثلاث مرات كل مرة سبعتاشر يوم سنطي ونص علم منها كانت نشطة في عمر 4 شهور اللي انت تراجع الصحة بعد 7 شهور اخصص النموة ضعيف جدا لما يظهر عليها السمن وشكرا لك يا اخ محمد انا انت فاكر سؤالك ان انت سألتول تلي كانت نموها حلو عمره 4 شهور بعد كده اتدورت انت قلت بعد ما اتدورت اديتها لان قلت لها كان ممكن لايفوماك وكن هو السبب قلت لبعد ما اتدورت اديتها لايفوماك الحلية ديت او يا اسمها يعني ايه برض اني مش عارف اي انتهي بس ايان معزة ولا بصحطة ماشا ينتهي سواء معزة سواء حلية يعني المهم دي ممكن يكون عندها التابر اوي بس طبعا التابر اوي ما تقعدش ثلاث شهور لو عندها التابر اوي ما تقعدش ثلاث شهور لان كان عندي برضك خروف كنت جايبه لح ماشاء الله في خلال اخر 25 يوم قبل العيد اخواته اللي جايين معاه زادوا كل واحد زاد له على الاقل 6 كيلو وهو ما زادش ولا كيلو وده كنت مستغرب مش ظهر عليه الاكل بتاعه خفيف واكلته خفيفة ويدوبك حافظ على نفسه بالعافية في الخمسة وعشرين يوم دور او العشرين يوم لما اندبح الخروف لقيت الرئة بتاعته كانت ملتصقة بالقفص الصدري بتاعه من جوا يعني كان عنده التهاب رئوي بس ما كانش ظهر عليه نهجان ما كانش ظهر عليه حرارة مش عارف دي حالة من الحالات اللي مرت عليها عمليا فبيدخل بند الالتهاب الرئوي ده يدخل ضروري في الحالات اللي هي مش ظهر عليها اعراض بس ظهر عليها اللي تأكل ده من ضمن الحالات اللي تحط في عين الاعتبار ممكن يكون التهاب رئوي التهاب رئوي ممكن تحينها فلورف نيكول سنطر كل عشرة كيلو تحت الجلد وتعيده بعد يومين يعني لو هي مثلا 30 كيلو تتعطيها 3 سنطر فلوريكول النهاردة فلورف نيكول تحت الجلد وبعد يومين تعيده تاني لو التهاب رئوي في بدايته ان شاء الله هيجيب معاك نتيجة وتلاقي فيه تحسن مفيش يبقى لازم تستخدم دواء مفعوله اشد زي الدراكسين بس سعره غالي شوية الصنطي عندناها في مصر الان في حدود 35-40 جنيه الصنطي الواحد او تستخدم دواء بشري حاجة اسمها صوفيتاكس صوفيتاكس تديها واحد جرام صوفيتاكس بشري واحد جرام تحيينها عضل الصنطي الجرام ده بحوالي 20 جنيه في مصر او ب25 جنيه ممكن دو برده كيزبط معك او تكون بلعت حاجة هي طبعا عمرها صغيرة على انها تبلع بس قد يكون اكلت كيسة اكلت سلبة بالحبل يعني بلاستيك فممكن يكون هو ده السبب اكلته سد مصرانها سد الامعاء بتاعتها فبالتالي بتحصل لها عمالة رب كأنها بتموت بالبطيئ في كل دي احتمالات وردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الرحماني مش مرغوب في الشراء بسبب الاغنام حمراء في الصيد يا اخ محمد مش مشكلة مش مرغوب عندك ما تجيبوش احنا ذكرت في بداية المقدمة عن مشروع تسمي الاغنام النوع الغنم اللي انت تدخله مش تقوليش فين الافضل ما تقوليش فين الافضل لا النوع اللي مرغوب عندك في المكان اللي انت هتبيع فيه انت هتبيع في مكان مرغوب في الرحمان هتجيب رحماني مرغوب فيه البرئي هتجيب برئي مرغوب فيه البلدي هتجيب بلدي فده مش مشكلة اللي مش مرغوب عندك ما تشتريهوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اخي الكريم ارجو منك تتحسب ليك كم نسبة البروتين في هذه الخلطة طوالية جيدة للأسف اخ عشرة مش هنقول لك نسبة البروتين لازم انت تحسب في فيديو اسمه طريقة حساب نسبة البروتين طريقة حساب نسبة البروتين في العلف انت تحسب وانا لك عليها لو انت عاوز نأكد عليك اكد لك عليها اكد لك عليها لكن لازم تتعلم تحسب بنفسك عشان مش كل علفة هتكونها هرجع اعمل احسبها لك انا انت تحسب ممكن اهنا اكد لك عليها عشان اكد لك ان انت حسابته صح ولا لا بس فانت تحسب لكن من ناحية هي خلطة كويسة او لا انا نقولك هي خلطة كويسة او لا ان شاء الله يعني 500 شعير 500 و 200 750 800 900 1200 كيلو انت يعني 1200 كيلو 500 شعير و 250 دورة يعني كده حاضط 750 تمام ان شاء الله العلفة كويسة فيش منه مشكلة بس لو عاوز بورتين اعلى شوية ممكن تحط الصوية 100 وتشيل 50 من النخالة بس لو ان خالة الغنم عندك بتاكل فيها حلو على 350 فبردك العلفة كويسة على كده ان شاء الله فيش منه مشكلة عايز اعرف من حضرك من هنا اجيب الاسفنجات المهبلية للشبق في الاغنام والمعز للأسف يا اخي كريم تشوف اقرب دكتور بطري اقرب عيادة بيطرية ليك او اقرب صيدلية بيطرية ما عندهمش تقول لهم انا محتاج اسفنجات المهبلية وتحدد لهم العدد اللي انت عاوزوا وممكن تسيب لهم عربون يدولك معاد هم يشتروا هالك لكن انت عشان تدور عليها لا لكن هما بيجيبوا من اماكن العيادات البيطرية المستودعات بتاعت الادول البيطرية فممكن هما يكلموا اللي هو المسؤول اللي هو بيوزع الادول البيطرية يجيبها لك مخصوص يعني مش لازم تسافق تدورها من بعيد تشوف اقرب بيطرية وممكن تديهم عربون وتقول لهم عاوز العادة كذا كذا وتشوف يتصلوا لك يقول لك الواحدة هتكلفك قد كده وتاخد معهم معاد وتسيب لهم عربون وتجيبها يقول لك بعد اسبوع بعد يومين بعد ثلاثة هنجيبه لك فده اقرب صدرية بيطر عليك وتروح تتفاهم معا نجزك الله وخيرا عنا خيرا نعمش ممن صلى الله بارك فيك لو سمعت لو عملت خلطة 50 كيلو دراب عواجة و50 كيلو كاستروفول بلدي من غير اشر و50 كيلو رضا مع الاضافات مع الاملاح وخميرة هل كده بروتين الخلطة عالي ومضر لاغنام طبعا هنفترض ان هي 100 كيلو عشان تحاضط 150 كيلو تبعوز بالاقل حزبة سنفترضها 100 يعني 50 يعني هنا فيه 4.5 من الضرة وهي هنا فيه نقول 30 يعني 15 واربعة 19 لا ان شاء الله نسبة بروتين بتاعتك حوالي من 19 ل 20% نسبة بروتين بتاعتك من 19 ل 20% النسبة مش عالية جدا اللي هي الضر ولكن الاغنام بعد ال 40 كيلو هتلاقها بتصرف كتير اللي بتصرف كتير البروتين عالي هيبقى سعر العلفة عالي فانت ممكن تخفض سعر العلفة بتخفيضك لنسبة البروتين اما من ناحية الاعمار وهي صغيرة اللي هو عمر شهرين 3 شهور لا البروتين العلفة كده تماما فيش منها مشكلة بس في الاعمار اللي هي بعد ال 40 كيلو ده العلفة تبقى بروتين عالي عليهم من ناحية التكلفة من ناحية الاقتصادية وممكن لو طولت زيادة عن اللي زور بردك في العلفة ك20 في المئة بروتين ممكن تحصلوهم مشاكل في نهاية الدورة فالاقمن بعد وزن ال 40 كيلو نزل العلفة او بعد وزن 35 40 نزل العلفة البروتين بتاعها لحوالي 16 في المئة او 17 في المئة تبقى انت كده تمام التمام ان شاء الله انا اصحاج الرجان حال البراغيت استعملت الجاز وعمل حساسية لاغنام وحوالة ايفوماك ورشيد بيتوكس مخفف مع الشوك الجزية يا اخ احمد عشان مشاكل البراغيت ديت ما تقعش فيها اول حاجة انت ذكرت الجاز يبقى انت ممكن اكيد اتصلت عليها انا قلتلك استخدمت الجاز وما ذكرتوش في الفيديوهات لان الجاز بيعمل حساسية بيعمل مشاكل فمش عاوز اي حد يعمل به لان استخدامه بيسبب حساسية جامدة في الجيل مش بنزلت 100% الغنم في واحدة واحدة يعني مش الكل ولكن رقم واحد في القضاء على البراغيت رقم واحد في القضاء على البراغيت الجاز فانا مش عارف اذا استخدمتو والبراغيت لسه موجودة على العموم عشان ما تقعش في المشكلة دي لازم تعود نفسك طالما عندك معيز في شهر اربعة كده اول ما الجو يدفي لازم تغطيس بيوتوكس تغطيس جماعة الله عوز ان يخلصوا الفيديو ده مش هينفع كده لازم تغطيس لازم تغطيس الغنم فاول ما الجو يبقى ده فيه يخلص الشتاء يعني مثلا نقوله في شهر اربعة تغطس الغنم المعيز وتيجي قبل ما يخلص الصيف مثلا في شهر عشرة تسع عشرة تروح مغطس الغنم مرة تاني في شهر عشرة لسه الساعة قبل الساعة ما تدخل سقط غطس الغنم يوم انت كده دخلت الشتاء نضيف وطلعت من الشتاء غطست حتى لو فيه طلع لك براغيت في اخر الشتاء يوم انت دخلت في اول الصيف غطست يوم انت قضيت على البراغيت واي حشرات في الجسم فما فيش احسن من التغطيس بالبيوتوكس بالجرعة المزبوطة بتاعته يعني البيوتوكس يكون مستورد مش المصر المصر ده بعتبره زي الميا البيوتوكس يكون مستورد فدي احسن حاجة الجاز بيقضي صيف شتاء بس انا لو هحاول ان شاء الله ممكن نعملك فيديو عملي للرش بالجاز بحيث تقضي على البراغيت بالكامل بالجاز بدون اي بيوتوكس تحيط رجماتي وطلع الله بارك فيك عندي نعجة وديتها المراحة عشرت من شهر بس انا شاكك في عشرها النهاردة وضعت ايدي تحتها بين ضرعتها وحياها لقيت حاجة قد البرتقالة هو ده ورم ولا ده ايه والحاجة دي بعيدة عن ضررتها والنعجة دي دائما ضقفز على الشباك هيا لو عشر تغلط عليها لو هي عشر وبتقف على الشباك مش غلط عليها ان شاء الله امن من ناحية ان انت بتجسها بيدك عمر شهر او شهر ونص لا طبعا مش هتعرف تجس ونصيحة بلاش انك انت لو ضغط ومسكت العشر في العمر ده ممكن تفجر الكيس بتاع المايا بتاع الجنين ممكن تموت الجنين معنى كده انك انت وصلته ومسكته ممكن تضر الجنين بالضغط الجنين انت بتضغط جامل فنصيحة ما تتدخلش طالما ما بتعرفش تجس المفروض الجس باليد عمر شهرين ونص وطلع فوق بتحكي انك بتنطط كرة كده فوق الضرع مباشرة بتلاقي كرة ويتخبط فيدك عضم يبقى الجنين معضم فيه عضم اما عمر شهرين ممكن واحد يجسها بس يكون عنده خبرة شوية يكون عنده خبرة لانك ممكن تكون انت مسكت المسانة كيس الميا يعني ممكن تكون انت مسكت جمان المسانة تكون هي الكيس المسانة لو كيس الميا مليان بول وانت مسكته مش مقياس ما قدرش ادير لك على انت مسكت ده عشر ولا لا لو ذهبت للسوق واشتريت الاغنام اللي وزالة الضعاف بزهر ارخص وبدأت تسمنها وبعد شهرين قمت بعملها لازل مشروع ناجح برأيك طبعا يا اخي صلاح ده مشروع ناجح بس ليه شرط اساسي ده عن نفسي انا اللي بعمله بجيب غنم بتكون متأسسة غنم ضعيفة هزيلة جوع وليست هزيلة مرض لو انت عندك الخبرة تعرف تشوف تعرف تختار الهزيلة الجعانة مش الهزيلة المريضة تعرف تمايز بين الهزيلة من الجوع عن الهزيلة من المرض هات والمشروع ده ميا ميا الحاجة الهزيلة من الجوع ديت ومتأسسة خشبه عريض عضمه عريض كرشه نضيف ده ما شاء الله بيخش معك في شهرين بيحول تحويل سريع جدا شهر بس اول اسبوعين بس تدريك في العلف وشهرين التانيين ما شاء الله بيطلع حاجة مزبوطة بإذن الله بيتغير سعره كتير فهو مشروع ان هيجح 100% بس النازل يمتلك لك اذا ما كنتش بتعرف تمايز بين ده وبين ده يبقى الافضل ليك بالاش اشتري الكويس احسن السلام عليكم السوداني بيحشره اديشه وحطه على العلفة ويكون نسبة بروتينو كام بالنسبة للسوداني بيحشره انا نزلت الفيديو النهاردة عشانكم محدش يسألني كتير قلنا السوداني اللي من غير قشره حوالي 30 اما بقشره القشر نسبة القشر فيه تعتبر كمية عالية في السوداني فانو ده شيته بقشره يعني ممكن يكون بقشره حوالي 20 21-22 في الحدود دي كده 23 في الرنز ده كده تقريبا وحضرتك قلت في فيديو على عرش البصل مادة ملقة عرش البصل عن تجربة بيخصص الغلم والخرفان التسمين ميزو انا ميزو ده انا مش عارف الكلمتين دولة اي حد يكتب سؤال جماعة يقراء قبل ما يدوس ارسال انا مش عارف الكلمتين دولة يتقصد بين مهم اللي ارتفاع نسبة الانسلين فيعمل على حرق كمية الملكوز والجايكوجين الموجودان داخل جسم الحنواز يعمل على نزول وزنه مهم قرأ عدرتك تجيب الدولة بجنيه ونص في موسم الحصد يا اخ عمر اول حاجة عرش البصل لما ذكرته للامهات ما ذكرتش عرش بصل فقط لغير عرش بصل يفضل مع الامهات او المادة الملقة تكون لكذا نوع لو انت بستخدم العرش لو انت بستخدم المواد الملقة بكميات كبيرة انت ذكرت التسمين لو انت بتسمن دي اخ عمر لو انت بتسمن تسمين سريع انا بيأكل 3% عرف مركز سق وتأكد لو هتأكله عرش البصل بس مش هيخص معاك عرش البصل مش هيكل ربع كيلو في اليوم مش هيكل 1% من وزنه يعني لو وزنه 25 كيلو مش هيكل ربع كيلو 10 بصل لان هو شابعان عرف مركز مش هيأثر معاه ان شاء الله مش هيعمل له اي حاجة عرش البصل دي النقطة النقطة اللي هي امهات فانت بتعتمد على المواد الملقة بكميات كبيرة وانا قلت ما تجيبش عرش بصل لوحده ما تجيبش عرش بصل لوحده لازم يكون عندك تشكيلة متنوعة من المواد الملقة عرش بصل عرش زداني تبن فول تبن فصوليا دريس تبن برسيم لو تبن الرباية تخليطة تكون افضل معاك تخليطة تخليطة دي بتوازن الحاجات فقيرة مع عناصر معينة دي غنية مع عناصر معينة بحيث دي فيها عناصر معينة الزيادة تعمل مشاكل دي فيها عناصر قليلة دي تعوض دي فانت تبقى في غنى عن المشاكل اللي ممكن تحصل لك من ان البصل اللي يكون فيه عنصر زيادة مادة زيادة بتأثر مع التغذية عليه بكميات كبيرة او على العرش السوداني لو فيه مادة معينة بتأثر بتغذيف على مادة بكميات كبيرة على فترة طويلة اما الحاجة اللي متجربة خلاص قبل منحة عرش البصل فروح في البرج روح في سوق الحمام هتلاقي عربيات عرش البصل وقفة الجنبهات وقفة بتقل فيها تلاتة طن اربعة طن خمسة طن عرش بصل وبيروح يفضي عند اي واحد بيجي ياخد العربية يفضيها وبيطلق عليها النعاج تأكل منها كل يوم تأكل طرعة وتأكل منها والغنم ان شاء الله مفيش فينا اي مشكلة ان شاء الله اما منحة الجزئية الاخيرة اللي ذكرتها طبعا ممكن حضرتك تجيب الدرة بجنيه ونص في موسم الحصاد لو انت توصد بجنيه ونص درة فرط اللي هي حب فانا ان شاء الله في الموسم بلغني بس اي كمية عندك انا هنيجي ناخدها منك ان شاء الله معك عشرين طن مئة طن ان شاء الله هنيجي ناخدهم منك ان شاء الله كلهم بجنيه ونص بس درة تكون حب فرط اما لو تقصد درة بالكوز بتاعها بالكوالح يعني بجنيه ونص فبردك هي اغلى من جنيه ونص يعني اخذلك على الفرضيطين لو هي درة حب فرط فستكت اكد اي كمية عندك في عز الموسم انا هنيجي ناخدها منك ان شاء الله اي كمية عندك لو عندك من الطن ان شاء الله هنيجي ناخده بجنيه ونص بس درة تكون حب فرط مش بالكوالح اما لو بالكوالح هي برضك اغلى في حدود اتنين جنيه اتنين جنيه وربع تقريبا بالكوالح بس برضا بس انا بالكوالح ما تلزمنيش لان اذا ما اشتغلتش بيها اه ما اجدبش عليك ما اجربتش التصافي بتاعها هيكون قديه فلازم اعرف التصافي الكل حابتصفي قديه من الدرة مش واخد بالك من اعنا برضك هي بتبقى اغلى بالكوالح ويجيبها الطفور ممكن مثلا 100 كيلو يصف معك 60 كيلو 65 كيلو يبقى التلت والتلتين ممكن يصف 55 كيلو انا مش عارب يصفت ده كل ده بينضاف على السعر يعني لو بيجنيه نص وهي صفت 600 كيلو الطن صفة 600 كيلو الطن صفة 600 كيلو دورا وانت جايبوا 1500 معنا كده هيقعليك تقريبا بتلت تلاف ما هي الضرة في الموسم بتاعها بتكون بتلت تلاف وثلتمية تلت تلاف ومتين ما فرقتش يعني السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته عندي نعجة بتخرج ريح كتير قدتها كام يوم 6 جرام سمسم والحالة زي ما هي ممكن تكون اخ محمود بتأكل مواد ملقة كتير بتعمل غازات عشان تتخلص من الغازات اللي من فوخة في الكرش ديت بتدي زيت اكل عادي زيت طعم زيت درة زيت اكل عشرة سنط زيت اكل في البق بينزر الغازات دي في خلال مصص ساعة وعشان تخلص من الغازات دي تخفض المادة الملقة اللي انت بتستخدمها او تنوع من المادة الملقة انت ممكن تكون بتستخدم تبني برسيم بلدي او دريس برسيم بلدي بينفخ كترو بينفخ بتأكل منه الغنم بيتتنفخ بيعمل غازات كتير فشوف المادة اللي بتسبب الغازات عندك وخفضها نزج الله وخيرنا اللي برك فيك عندي الخرفان درجة الحرب تصل ل41 مقوية مع العلم المبيد بتاعهم مقفل كويس حضرتك ايه السبب اوزانهم من 30 ل40 كيلو يا اخ احمد الغنم انا ان شاء الله هعمل فيديو عشان تعرف ازاي الغنم سخن من خلال كلامك بتتكلم على الغنم كلها بتتكلمش على خروف ولا اتنين يعني معرفش ما عندك اتنين عندك تلات عندك اربعة بتتكلم على الغنم اللي عندك ككل درجة حراح ودربين يا جماعة ايبعد عن الترمومتر الخروف السخن ما بيكلش الخروف السخن ما بيكلش هل غنمك ما بتكلش كلها ركنة جمبرحيت ما بتكلش وقفة فيها هزال وفيها كسل وما بتكلش على جب يبقى كده الغنم سخن انما الغنم بتاكل وبتشرب وتروح تحط فيها ترمومتر ايس التحارة لها 41 الترمومتر خربان ترمومتر خربان 41 المفروض الخروف خلاص بيموت درجة حرا 41 المفروض الخروف بيموت فانت ما تعدلش الخرفان بتاكل الغنم 100% العلف بيسخن الخروف في عز الشتاء يخلي يعرق العلف التقيل وبكميات كبيرة يخلي الخروف يعرق في عز الساعة ف اما حكات الحرط وصل 41 لا طبعا الحرط 41 ابعد عن الترمومتر الخالص الخروف بيأكل مش سخن الخروف ركن جنب الحيض تحط عليه ايدك بس المفروض الخروف اللي ما بيكل يكون بارد لان مفيش اكل عشان يسخن خروف قطع اكل تحط ادك على تلاقي دافي اعرف انه هو سخن ربنا يبارك في حضرتك عن دس انتفر الله يبارك فيك يا اخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نسبة البروتين في الاعلاف الخضراء والجافة نتمني ان يكون فيه فيديو تبين نسبة البروتين في الاعلاف الخضراء والجافة اخ سالم انا نزلت فيديو مبارح اعتبر يعني فيه ممكن انصر ولا اتنين نسيتهم زي اللي هو كسب دوار الشمس اللي هو الليب نسيت اذكره ولكن تقريبا نذكر الباقي كله بالصور في فيديو نزلته مبارح بس نسبة البروتين لا تحسب على المادة الخضراء يعني الاعلاف الخضراء دي ما تدورش عن نسبة البروتين فيها نسبة البروتين فيها تكاد اثنين واحد اثنين ونص تلاتة على حسب نسبة رطوبة عالية البرسيم الحشة الاولى بيكون فيه حوالي 95% منه مياه الوش التاني ممكن بيكون فيه 85% مياه فنسبة المياه عالية ما بيتحسب على اساس ممكن واحد يحش نهارده بيأكل البكرة فديبل الدبلان دا بيطير منه مياه بتزيد نسبة البروتين يعتبر لغات ندص لمرحلة الدريس فالاساس البروتين بيكون على اساس المادة الجافة مش الخضرة فانا رزلت فيديو وان شاء الله تكون شفته وان شاء الله تكون استفدت منه سؤال خير ليك سعف النخيل مفيد للاغنام وكام نسبة البروتين إذا كان فيه نسبة البروتين اثنين ثلاثة في المئة يبقى كويس السلام عليكم رأيك شنو في المكملات الغزائية اللي بتتاخد بالقبر في العضل أنا ضد أي قبر مكملات الغزائية ضد أي قبر إلا في حالات ضعف هزال فردية حالات فردية القطيع بتاعتم بالعرف بتاعه كويس تهتم بالإضافات كويس القطيع بتاعك إن شاء الله تم لا في حالة قتلها إسهال لأي سبب كان حصل لها إسهال حصل لها وزال حصل لها ضعف فتدي مقويات ما هي المقويات ما بتكلمش بقى على هرمونات بتكلم على مكملات زي ما تكتب مكملات غزائية زي ملطي فيتامين اللي هو الملطي ألف دل ثلاثة هي ومجموعة فيتامينات كحالة فردية لكن القطيع بالكامل بحط الإضافات بتاعتي على العلف اللي هو البرميكس اللي هو الفيتامينات ألف دل ثلاثة هي وجميع الأملاح وبحط الخميرة وبحط الكربونات الكالسيوم بحط كل حاجة على العلف الحالة الفردية بس اللي بتعامل معها بالحق وبتبقى لغاية من الحالة تشد حلها وتخف خلاص على كده واقع ومعز وشعرها ينحل أعمل يا أرجو الرد يا أخ سابت ارجع في فيديو سبب سقوط الشعر والصوف في المعز والأغنام أتعرف إن شاء الله الإجابة بالتفصيل السلام عليكم وعلى الله والسلام 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 ومحصول نجيلك البونيكام كافر التخزيب فترة المحافظة والله إن شاء الله والسلام حجازي كويس بإذن الله نسبة الورقة فيه كويسة درجة نسبة الرطوبة فيه كويسة لا إنما معلش إذا بتتكلم كبرسيم أه بتكلمش على دريس يعني تخزيب محصول بقولك البرسيم الحجازي على أخضر يعني ما فيش مشكلة والله إن شاء الله بإذن الله هيكون عالفة محافظة إن شاء الله لو عاوز زيادة في الوزن ممكن تدي واحد ونص في المية أو واحد في المية من الوزن درة على الأقل يعني درة أو أمح أو شعير آخر النهار أو حتى خبز يابس لو العيش إن شاء الله هتلاقي فيه زيادة بإذن الله لأن البرسيم الحجازي والبونيكام فيهم نسبة بورتين كويسة ولكن يفتقر الاتنين للنشويات يفتقر الاتنين للطاقة فإنت لو ديت لهم عنصر غني بالطاقة إن شاء الله هيزبط معاك ويد معاك زيادة كمان مش فترة محافظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أليم كنت تلقح النعجة وهي والدة من فترة قصيرة يعني نفوت شيع واحد وتلقح بالتنى طبعا أكيد ممكن بإذن الله السؤال ممكن النعجة تحمل بجنين وهي تردع طبعا فيه نعاج وفيه معيز بتعشر وهي في فترة الرضاعة ممكن تردع عادي ابنها عنده ثلاث شهور وبيردع وهي عشر شهر شهر ونص ما فيش أي مشكلة فيما يخص ضرار الحليب للنعجة الولدة هل العلفة التي فيها أعلى نسبة بروتين هي الأفضل أم هناك حبوب أفضل من أخرى في ضرار الحليب مثل ما وشائع في بلدتنا أن تزورها أفضل من الشعير في ضرار الحليب كيف ذلك والشعير فيه نسبة بروتين أكبر طبعا نسبة البروتين هي اللي بتأثر يعني نسبة البروتين بس مع نسبة البروتين نسبة الطاقة بمعنى طبعا ولكن عموما المسؤولة عن ضرار الحليب نسبة بروتين البهايم الحلابة الأبقار الحلابة بتاخد نسبة بروتين عالي ما يعادل نسبة بروتين في التسمين السريع وممكن تكون أعلى كمان وممكن تكون أعلى من التسمين السريع نسبة البروتين في الابقار الحلاب ممكن توصل 19-20% من 18-20% نسبة البروتين في الابقار في الاعلاف نسبة البروتين في الاعلاف للابقار الحلاب بتحتاج بروتين عالي بس في نفس الوقت بمحتاجها طاقة عالية برضك طاقة وبروتين ما نفعش بروتين عالي من غير طاقة طاقة مسؤولة عن هضم البروتين بروتين عالي وطاقة عالية اما من ناحية مقارنتك بالشعير والضرة الشعير في نسبة بروتين حوالي 10 والضرة في نسبة دورين حوالي 9 بس في نقطة انا مش عاوز ادوخ بها الناس وهي ولكن لازم يكون عندك خلفية عنها وهو البروتين الخام والبروتين المهضوم البروتين الخام اللي هو الموجود في المادة اللي هو المذكور في كل في اي مصنع على في اي اي مادة مكتوب لك نسبة البروتين الخام من نسبة البروتين الكل يعني فيها وفي حاجة اسمها البروتين المهضوم البروتين المهضوم الخام في الدرة تسعة وفي الشعير عشرة اما المهضوم في الدرة هو تمانية تقريبا مهضوم وفي الشعير حوالي سبعة البروتين المهضوم في الشعير حوالي سبعة زائد ان الشعير فيه نسبة الياف عالية اعلى من الدرة الدرة فيها نسبة طاقة اعلى اصبحت الدرة اعلى في الطاقة واعلى في البروتين المهضوم ففي الحالة دي لو تأكل دورة بس في اللبن دورة بس او شعير بس هتلاقي الدورة بس ممكن تدي لبن اكتر من الشعير ولكن في حالة التسمين انا افضل الشعير طبعا لان الدورة هتعمل دهون عالية نسبة الطاقة فيها عالية الالياب فيها اقل فبالتالي هتتخزن الطاقة دي كلها على هيئة دهون تيجي تتبع تلاقي كلها دهنا بخلاف الشعير الشعير بتلاقي ما شاء الله لحمة بتاعته كويسة مش دهنة زي الدورة ان شاء الله تكون وسطة المعلومة كيف نقطة محلول الجفاف للنعجة ام المولودة التي اسهلت اسهال شديدة على هل شرب ام حقل محلول الجفاف شرب بالفم وبتديه للنعجة ازا كانت النعجة هي اللي عندها اسهال او المولود اللي عنده اسهال النعجة هي اللي عندها اسهال تديه للنعجة المولود هو اللي عنده اسهال تديه للمولود للحالة اللي عندها اسهال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ عبد الرحمن الخرفان من وزن 20 كيلو إلى غاية 50 كيلو يكنون حسب قاعدة 3% من الوزن 600 جرام يوميا إلى غاية 1.5 كيلو على في مركز خلال الدور تمام عند دور 4 شهور هذه فهمناها وهي تصلح على مدار العام بمعدد 3 دورات تسمين لكن إذا أردنا تسمين لعيد الأطحى وأردنا البداية بأوزان من 40 كيلو إلى 70 كيلو في 4 شهور أو 6 شهور حسب قاعدة 3% سوف تكون كميات العلف كبيرة فهل دورة التسمين هذه تصلح برك الله فيك يا أخ سعود أنت هنا دخلت أوزان زغيرة وطلعت 50 كيلو أوزان خفيفة هنا بتدخل أوزان تقيلة 40 وطلع أوزان تقيلة 70 معدل الاستهلاك يعني هنا أنت تقيلة 37 كيلو أحب أن الخروف وزن 40 كيلو عشان نوصل لو 30 كيلو دولار إن شاء الله مش هياخد أربع شهور إن شاء الله أربع شهور ده كحد أقصى دي رقم واحد لأن الخروف معاك هنا إن شاء الله معدل الاستهلاك بيكون عالي زياد بس الخلفان تكون صغيرة ما تكونش عجوزة كبيرة يعني 40 ل 70 بس الموم يكون عمره سنة فإن شاء الله حيجيب معاك لكن طبعا هم نتكلمه إرجع لفيديو معدل التحويل ومعامل التحويل لأن هنا الخروف ومعامل التحويل بتاعه أقل بيأكل كتير ومعدل الزيادة زاد حاجة بسيطة يعني هنا من 40 كيلو هيبدأ بكيلو 200 جرام وهتنتهي ب2 كيلو تقريبا هتنتهي ب2 كيلو تقريبا يعني معدل استهلاك الدورة هيكون كام هيكون من 40 اللي هو كيلو 200 إلى 2 كيلو يعني هيبقى متوسط كيلو 600 متوسط كيلو 600 جرام في اليوم خلال 4 شهور ولكن معدل الزيادة ممكن يزيد عن الربع كيلو ممكن يوصل 300 جرام في اليوم زاد بسيط لكن معدل الأكل زاد كتير عشان ما تطولش الفيديو لو انت عاوز ترجع فيديو معدل التحويل ومعامل التحويل هتوضح لك الفكرة ولكن هو ان شاء الله هيزيد 30 كيلو 4 شهور كحد أقصى دي رقم واحد رقم اتنين بالعكس دورة التسميم من 40 إلى 70 طالما مطلوبة عندك أنا بفضلها عن من 20 إلى 50 كيلو لسبب انك ممكن تجيب اللي 40 كيلو ده ممكن تجيبه بالساعة لو انت بتشربه انت بتقول ما عندناش بالميزان بس الناف طارد انت بتشرب العين بتقدر بتجيبه بما يعادل سعر الكيلو في أبو 70 يعني مثلا عندنا هضرب لك مثلا في مصر ممكن تجيب اللي 40 كيلو ده بالميزان الكيلو ب60 جنيه وال70 كيلو هتبيعه ب60 جنيه يبقى انت مدخل الكيلو ب60 وهتبيعه ب60 يبقى انت من اول يوم مكسبك في التسميم شغالي اما الخرفين اللي هي من 20 إلى 25 كيلو اللي بتدخل الخروف حاليا سعره خيالي العشرين كيلو ده عندنا حاليا ب1700 جنيه يعني الكيلو فيه وايع بحوالي 85 جنيه وانت تبيعه ب60 جنيه يبقى ب60 وانت مدخله ب85 فرقة ديه في الكيلو فرقة 25 جنيه يعني العشرين كيلو ده فيهم فرقة ديه عن سعر اللحم لو هو 20 في 60 بـ 1200 1200 من 1700 فيه 500 جنيه زيادة عن سعر اللحم الخمسمائة جنيه زيادة دولا بيروحوا ازاي بيروحوا في انك بتعرف كأنك كأنك اللي هم للخمسمائة كيلو يعني يعادلوا كم كيلو تقريبا 9 كيلو او 8 كيلو 8 في 6 8 واربين او حوالي 8 كيلو 8 كيلو يعني تقريبا شهر او 40 يوم كأنك 40 يوم بتعرف ببلاش عشان توصل لسعر الميزان بعد الـ 40 يوم انت لو سمينت 5 شهور يبقى انت 40 يوم تعتبر من الدورة ببلاش ما بعد الـ 40 يوم هو دول يعتبر مكسبك في التسمين اما طبعا انه الظهر انت لو بعتباد 40 يوم طبعا هتبيعه وزنه ديه 28 كيلو مش هتبيعه ب60 جنيه طبعا هلازم تكسب 28 كيلو سعره مثلا يقع في حدود 80 جنيه 75 جنيه هتلاقي نفس الكسبان لو بعته بس انا بقصد لو انت خطت دورك كاملة الـ 5 شهور واربع اما لو دورة من 40 لـ 70 من اول يوم انت بتكسب لو انت اشتريت بالكيلو او ما يعادل سعر الكيلو اثناء البيع هو سعره عند الشراء انت ممكن تعرف شهر شهرين وتكسب شهرين بس وتكسب مش لازم تأفل دورك اما لو ابو 20 ويطلعه 50 ماينفعش تعليف شهر ولا شهرين وتروح تطلعه بحير وما تلايش حد ياخده منك باع ويشارع عايز تشتري بالميزان هتلاقي نفسك خسران اكيد لازم يكمل دورته كاملة لـ 4 او 5 شهور اللي هو الوزن الزغير بخلاف الـ 40 كيلو لو اشتريته بسعر اللحم فتسطع ممش اي مشكلة ماشي اخي صعود انا اردت عليك على الواطس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وخير مهاندنس عبدالعموان انا برك فيك لو سمحت طريقة تعويض او تطبيع الام البديلة المعزة او النعجة على الخروف او الجدي اليتيم وهنا ممكن اتنجع هذه الطريقة في عادة حنية الام على ابنها في بعض الحالات المتاوم عند الانت بيتام الام بابن وعد ولتام بالابن الاخر يا اخ حسين يا اخ حسون للأسف لما الام بتبعد ابنها بتنفر ابنها صعب ترجعه الحال الوحيدة الطريقة الوحيدة ان كده بتعود بتمسكها اجباري تمسك الام اجباري وتدخل ابنها تحتها اجباري يرضع اما حكيت انها ترجع والله انا ما عنديش علم بان طريقة ترجع انها ترجع تاني ولكن الساعات بيكون المولود هو اللي صعب تمسكه في المعزة يعني مثلا اما عندك خروف وعاوز تمسكه في المعزة تلاقيه في البداية الصعبة مش عاوز تمسك ده بتجوعه الاول يجوع على الاقل يوم وبعد كده تمسكه بايدك وتحلب له في الفم تدخل الحالة ما اجباري في بقه وتعصر له عصرتين ثلاثة لغاية ما يتأكد ان هو لابن ويبدأ يمسك واحدة واحدة بس اهم حاجة تكون المعزة سابتة متعودش تتنطط وتبعد عنه وبعد كده هياخد مرة في مرة في مرة هيجري عليها يرفعها وهو بيرضع ما فيش اي مشكلة انها مع حكاية الام ترجع تطبع على المولود دي والله تهيقل صعب انها حصلت عندي كانت واحدة جايبة توقم ونفرت واحد ومسابت التاني وفعلا ما كنت مبسكها بالعافية لابنها عشان يرضع لغاية ما بيعته وهي ما رضيتش تقفله وترضع النتاية ومترضاش توقف للذكر فدي ما عنديش للأسف طريقة ما عرفش الطريقة يعني معينة انك تخليها ترجع تاني لابنها لو سمعتم كن اعرف تركيبة علف بالكيلو الجرام من الأصناف المتوفرة عندنا وهي الزهورة الصفرة والرضة ونخليه كزب مزيرة القطن مع العلم ان نجمع نوزن الخلطة 100 يا أخ أحمد للأسف ارجع لفيديو طريق تكوين العلف في 4 أو 5 فيديوهات في القناة من أول مكونات العلف وطريقة عمل علف تسمير الأغنام بقاعدة نسبة بروتين وأقل سعر ممكن وبدائل العلف واختيار مكونات العلف وحساب نسبة بروتين في العلف ونسبة البروتين في مكونات الأعلاف كل ده ان شاء الله هتعرف تكون انت العلفة بنفسك أنا عامل فيديو دي كلها عشان انت تعرف تكون بنفسك لك علي أرجع لك العلفة لما تعملها السلام عليكم وعطي الله وبركاته السلام عليكم وبركاته ما عليش أنو أقفوا بعشان العشة كده خلاص بيقيم الصلاة شكرا